السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع ام نعمة و من شاء الله من بعد ما وريت لكم الخدمة لهذا الراندا بالمراحيل دا بوصلت الفتحة للعنق سوف نختم الفتحة ضروري اخواتي اللي عجبتكم هدا سوا قواتوا تشوفوها خاصكم تشوفوا الفيديو وات كامين لحقاش فيديو تكمل الاخر انا حطيتهم لكم متابعين واحد ورا واحد ودرت لكم فوقهم حتى الارقام نتمنى اخواتي تشوفوهم ومن باب الدعم والتشجيع اضغطوا على زر الاعجاب واللي ممشاركش بالقناة تشارك مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع ام نعمة ونبدو باسم الله بالنسبة اخواتي لهذا الراندا هادي انا درت فيها 40 سنتين في الطول طول ديالها راه 40 سنتين اجيتني هنايا خمسة دزواقات ها انتم ممكن نحسبو هاد دزواقه هاو حدا وهادي جوج ثلاثة اربعة وفي هاد الخامسة غدا نقسم في حالة الا بغيتو قل من ربعين سنتين را تقدروا تحبسوهنا يعني تديرو غير را ثلاثة وفي الرابعة تفرقو بنسبة لهنا انا را بقيت غادي كنخدم عادي حتى وصلت لهنا غدا نعبر بالنسبة اخواتي فين كنحبسو الزواقه اما نحبسوها هنا انتم هنا فين كتجي يعني القطعة ديالها مزيانة تحبسوها هنا تجي مزيانة بغيتو ربعين سنتين غديرو خمسة غدتحبسوهنا بغيتو قل من ربعين سنتين غدتحبسوهنا وشوفوا الطريقة كيفاش كنحبسوها بالنسبة لهد الخدم اللي في الجناب را عادي يكا نجيب هاد السنسلة بحال هاكوا عادي وهاد الشي هاده كيتخدم عادي كيف موريت لكم من قبل حتى هاد الجي ها كنت تخدم بحال هادي عندنا شوية ديالتغيير غير الوسط بالنسبة للوسط هاد السنسلة للوسط مالي كان قوي غادين بها هانتو ما هنا را مالي كان نديوها الهنا كنحبسو وكندورو داب هنا صافي مضرت شحبست هاد السنسلة وجبتها الهنا لقيتها مع هادي صافي داب غادين عبرو شحال بغي نحنا فهد الفتحة ديال العنق بالنسبة الهنا مالا بقعت ليشي ثمانية سنتين هانتو ما تنجيول هاد الجي هادي فين حبسنا الخدمة فين حبسنا هاد السنسلة غندير واحد سطر غادي بحال هاكو من هنال هنا تسطروا بحال هاكو في التروب هيك ونجيول الوسط غادي نشوفو هنا يا الوسط بحال انا هنا حبست هنا عندي هنا 18 عين غا نقسم عليه جوج غاندير تسعود من هنا وتسعود من هنا ونجيب خط من الوسط وهنا غا ننزل واحد الخط من الوسط غا ندير بحال هاكو يعني نزدي هاد الزواقة مع هادي بحال هاكو ونطراصي بوحنا القيطة هنا اولا عبره بصانتيم المهم يجي الوسط احنا راه في الاول قبل ما نبدو الزواقة كنا جرينا اخوتي واحد الخيطة وغيب عليكم جريناه باش نطراصي الوسط ولكن غير في حالتي لبنتنا شي بلاسة عوجة نقدوها سوف نجروا واحد تسطر بحال هاكو هنتو منجول هنا الوسط نجروا ها تسطر هيك نقسمو من الوسط تقريبا راه جا فوق الخيط كنا سرسنا وهنا اخوتي باش دينا هاد الدورة هادي دي القب منين بغيو نصبو هنا يلقب لدينا هاد الدورة نازلة غننزلوا واحد شوية تقريبا سنتيم هاكوك عنتمو بحال هاكوك ونجروه من هنا الهنا غاك نطيحوا شوية الراندة هننزلنا الراندة باش منين بغيو نركبوا القب هاد الدورة مزيانة سوف نقسمو بها بالنسبة لتركيبة اخوتي ديال التوب انا مستعملش المرمى كندير غير الفنيتات سوف نخدم المراندة عادي ندخل الفنيتات من تحت التوب باش ما يبقاش تشد لنا فيهم الحرير نتبت هاد التوب مزيان ويمكن نجبدوه باش ما تجمعش لنا الخدمة بالنسبة للحرير راه مبروم بالنسبة للحرير سوف اخوتي انا تبت هاد التوب سوف نجد الهنا سوف نركب خيط في اللون اللي احنا خادمن به الوسط يعني الوسط جانب اللون ديال التوب سوف نقرب لكم واحد شوية سوف نجد الهنا نص ديال العوينة عندي هنا 18 انتم تقدروا تحبسوهنا المهم العدد اللي عندكم هنا قسموه على جوج سوف نحسب تسعود واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود سوف نشد في هالي التاسعة نزهد العوينة ديال الحرير ونحاول نمشي مع هاد السطر هادا غندير سنسلة سوف نحاول سوف نضي السنسلة من هنا وسنسلة من هنا لا نخدمش نفوق السطر جانب سوف نجد الوسط ما بين هاد السنسلة و هاد السنسلة سوف نطلع سطورة السطر غايجي من هاد الجيه ومن بعد غدي نقطعه من وسط السنسلات باش نجد الفتحه يعني باش نفتحه الراعنده غادي نجيل هنا ونبدأ غادي السنسلة عادي كيف موريت لكم من قبل المهم نحاول ندير داك السطر ديستيلو الوسط باش نطلع الجيه الخرع والتاني نطلع سطر اخر بالنسبة للسنسلة ما كان نزيروهاش ولكن الضربات كان قربوهم عند بعدياتهم باش ما جيناش منكمشه هم نحن نسمة نعم اشتركوا في القناة 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 وعد نكمله مهم هنا خواتير مرة مرة كننقص نجي نشد هنا في هات السنسلة إلا جاتني هات السنسلة نازلة نشد في اللي تحتها يغير باش نبشي في نفس السطر سوف نرجع إلى بالي خاصني ننقص بالي السطر هو هدك مع ننقصها تسطر باش ما تجمع شرع عندها حتى السطر لاخر حتى ننصل الى اخي سوف أشغرم عادي بالتسطر نكمل الثربة بعدها 8 1 3 4 5 6 7 8 نشده عادي ونرجع صفي اخواتي باش ما نطولش عليكم ما يجيكمش الفيديو طويل نبقى نخدم هنا عادي مره ننقص مره ما ننقص ويملقى غادي نخدم في هذا الشكل هذا حتى نوصل هنا نخدم عودتاني هذا الليسم نزيد عودتاني العيون هنا ونبقى نخدم ما يمهد الطارق حتى نوصل هنا ونخدم هاد الجيهة ومن بعد سنطيحه هاد العيون هادو اما بالنسبة لهاد الجيهة اخواتي نخدمها عادي كيف لم اخدمت معكم هاد الجيهة من قبل عادي اغير هنا سوف ننخدمه في هاد الشكل سوف نزيده مع هاد السنسلة سوف نخدم هاد الجوه بجوج ومن بعد سنطيحه فابقوا معايا هانتمو اخواتي انا كملت الوسط بنفس الطريقة كيف ما وريت لكم طلعت كل جيهة بوحدها هنا ندخله بالراندة هنا وهنا نقوم نقصه سوف نطلعه عادي كنحسبوه ضروري اخواتي نحسبو هاد العوينات بحال هنا جوني ثلاثة حتى هاد الجيهة حاولت يجوني ثلاثة العوينات سوف من اللي كنوصلون هنا كندون نديرو الزيادة انا بغيت نوريلكم غير كيفش نزديو هاد الراندة مع السنسلة وبالنسبة هاد الجويهة اخواتي حتى همارا نكملتهم غير بشي شبال لكم الشكل كامل سوفي بالنسبة لهنا كنبقو نخدمو حتى كنت قادلين الراندة بحال هاكو مع هاد القنية هادا دابا غادي نزديو هاد الراندة مع هاد السنسلة تنديرو هنا الزيادة ضروري سوفي غنرجع مع هاد السطر عادي هنا راني كنت بدلت الخيط سوفي نرجع مع السطر مساكل اساكو سوفي هاتمو اخاواتي مليكا نصل هنا لهاد القنية هذا غادي نشد في السنسلة غير نهز هاد العوينة ماشي كنضرب الدربة دي الراندة صافي ونجيل هنا لهاد السنسلة اللولة لحقاش هاد الراندة قربات لنا لعند السنسلة غادي ندخل هنا في هاد العوينة ونديل بربحة لها ونخرجها من السنسلة بهاد الطريقة ما كيجيش داك الخيط بين اللي كيدوز ما بين هاد الدربة والدربة الخرى نعود نجيل هنا لهاد العوينة ندوز البرب من التحت ونهز هاد السنسلة هانت مرة كان بقلاقي حتى تيبالي الفارغ عاد كنخدم عود تاني سطر نرجع عود تاني هاد العوينة ونديل بربحة من التحت باش داك الخيط ما كيجيش بيني كندوزوه وكنخرجوه من السنسلة الخرى نعود نجيل هاد العوينة ونديل بربحة السنسلة الخرى غريبة لي الفارغ وندي سطر ما زال دا بهاد السنسلة قريبة نحاول نزل السنسلة كاملة صافي دا بغندي واحد سطر احنا رطيحنا هاد شوية غير باش ملين بغيرو نركبوا القب جينا التركيبة ديالو صحيحة سوف نكمل السطر احتل هنا نديرو ضروري الزيادة عنش ندفت السنسلة اللولة ونجيل الثانية ونديرو الزيادة من هنا ونرجع مع السطر هانتو ما اخاوتي ملي وصلت لهنا سوف نكمل الخدمة عادية يعني عند غير الخيط نهز السنسلة ونرجع لهاد العوينة ونجيل السنسلة الخرى بهذا الطريقة راها ساهلة كتجي مزيانة المهم هو ذاك الخيط كيدوز مل تحت يعني ما كيجيش بين انتو ما كندوز لبرا من تحت السنسلة وكمشي عادي انتو ما كتجي بين نحت حاجة سوف نبقى غادي بحال هاكو مهم انا رجعتني الخدمة بحال هاكو انتو ما اطيحتو بزيف ديرو بنفس الطريقة ولكن اللي باقي هنا الفارق عودوا سيروا سطر يعني ديرو الزيادة بسطر باش تمشي لكم مران تم قادة سوف نبقى غادي لاقي بحال هاكو هتا نكمل هاد القنت كامل هنا كين واحد الفارغ غادي نضرب واحد ضرب هنا ديال الراندة غير باش نسد بيه هاد القنية هادا سوف نجيل السنسلة نشد عادي سوف نجيل هاد السنسلة ونجمع ها نجيل معه بحال هاكو هاد القنية ويجيل مقيت هانتو سوفي بنفس الطريقة ندخل براه نفس السنسلة سوفي اخواتي بنفس الطريقة راني غادي نعقد الخيط وغادي نقطعه سوفي اخواتي هادية راندة ديالنا وهدي الفتحة كنخدمه بهاد الطريقة راها سهلة دابا من بعد ان شاء الله غادي نقطعه من هنا سوفي نقطعه هادا راندة ونوري لكم كيف اشرك بها في جلابه هادا هو الفيديو ديال اليوم اخواتي انتمنى الشرح يكون واضح ما تنسونيش العجبكم فيديو ضغطوا على زر الاعجاب وليما مشاركاش معنا في القناة شارك مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندة مع ام نعمة وبسلام عليكم نتلقا وفتاتي ما ان شاء الله